فيما أفنيت عمرك يعني عمرك ده أدوت إزاي قال أفنيت عمري في أربعة أشياء إيه اللي حصل إيه عملت إيه وإيه 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 قال له في أربعة إيه قال علمت أني لا أخل من نظر الله تعالى طرفة عيني فاستحيت أن أعصي أقول ده وعلمت أن لي رزق لا يتجاوزني وقض منه الله لي فقنعت به وعلمت اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ما تصلي عليه أحلى بنات ولايك على السريع ولو أنت أول مرة تشوفيني أنا نوجا والقناة دي اسمها القناة التكاد نوجا قناتي وقناتكم إن شاء الله تستفيدوا منها ومع بعض نتعلم حاجات كتير حطيني لايك على السريع واشتراك في القناة وأحب أرحب بكل حبيب قلبي اللي نوروني جداد على القناة تاج على راسي وأحب أرحب بكم جدا كده هنا يا بنات شو همي من أوله قلت نشجع بعض ونبدأ بقى موضوع الضيط حتى يعني ده مش ضيط من عند دكتور فمش هنمشي على الترتيبات قوي بما إننا أمهات وبنردع وفي لغبطة في حياتنا طبعا عشان البيبي والحليب بتاعه الكلام ده أنا هقول لكم أنا بمشي على إيه وتقولوا لي أنا صح ولا غلط وهنمشي مع بعض إزاي بس خلي بالكوا إن أنا ابتديت اليوم بضايت وآخر اليوم في كرسة كبيرة طبعا هقول لكم عليها عملتها يعني هنا معايا كباية مية دافية وعليها عصرة لمونة حتى تلاحظوا إن أنا خدت قطعة صغيرة من اللمونة مش خدت نص اللمونة ليه لإن ده مش عصير لمون ده اسمه شوية مية دافية مج مثلا مية دافية عليهم عصرة لمونة تمام جدا هسيبهم كده لمدة دقيقتين وهبدأ أقطع شرائح لمون وأحطها في مج تاني وأحط عليها مية دافية وأركنهم على جنب وعلى مداري اليوم أنا هشرب دي دلوقتي كده على ريء النوم أولا المشروب ده بينظف المعدة وبينظف القولون أنا بما أن القولون عندي واجع تعبني يعني دي أدوية القولون اللي باخدها مع المشروب ده بسم الله ما شاء الله حس أني اتحسنت على الأدوية وعلى المشروب ده أنا هنا حطيت اللمون مع المية وعلى مداري اليوم طول ما أنا رايحة وجاية باشرب المية دي بمنقوع اللمون وزود تاني مية دافية عليها طول اليوم وبعد كده آخر اليوم برمي اللمون الشريح ده وباشطف الكباية وتاني يوم الصبح بعمل نفس النظام على مداري اليوم أي مية باشربها بكميات بتكون مية دافية بلمون تمام أنا هنا ممكن إيه أعملهم في رتل لو عندك لتر فاضي رتل الميت رايح حطها فيه ونقعة فيه وتشرب طول اليوم هنا بقى أفطارنا هيكون إيه هنا هعمل عصرة لمونة على فول بدون أي حاجة يعني ولا زيت ولا طحينة ولا أي حاجة هو عصرة لمون وكمون بس يعني هيبقى خفيف جدا تمام وطبعا ابني بدأ معايا الضيط لأن ابني مليان شوية فاللي خلاص يا ماما وأحسن حاجة إنهم حابوا بقى الفول كده بالكمون واللمون بس بدون طحينة ولا زيت ولا الكلام ده زودت بقى إيه بدل البتنجان وبدل البطاطس المحمرة والهيصل اللي احنا كنا عايشين فيها دي زودت بقى حاجات خضرة جبت فجل طبعا عشان الفجل بيزود الحليب بتاع الطفل في الرضاعة جبت بصل أخضر عشان المناعة وجبت كمان خاص لأن الخاص فيه ألياف فبيشعرك بالشبع وكمان بيحسسك كده إن انت كلت كتير يعني بعد الفطارة على طول رحت دخلها بقى عملت كبات القهوة وكبات القهوة خلي بقى لكم كمان بتساعد على الضيط يعني عشب كبات القهوة يلا نروح نشوف هنعمل آآ النهاردة بقى هنعمل طاجن المسقعة هنعمل بقى إيه تعالوا لما نروح نشوف الحاجات الحلوة اللي بيتدفي في الشتر هنعمل بقى إيه طاجن المسقعة باللحمة المفرومة ولو مش حابة تعملها باللحمة المفرومة مفيش أي مشكلة طبعا المساقعة اللي هي بقى بالطوم والخل والكلام ده شغل عالي جدا 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 احنا هندفي بعض دلوقت هنعمل طاجن المساقعة وهنعمل مشروب الشئتة هنعمل الحمص هنعمل بطاطا وهنعمل حاجات كتيرة خليك معايا في روتين النهاردة ولايك على السريع هنا هنحن نشوف الفيديو هنا طبعا طاجن المساقعة ده جزي بقاله فترة بيطلبه فقلت خلاص هعمل لهم النهاردة طاجن مساقعة برضو هو خفيف ويعني ما فوش نشويات زيادة ولا حاجة وطبعا زي ما قلتلكم احنا مش هنحرم نفسنا من الاكل احنا بس هنقلل كمية الاكل شوية عن المعتاد لو مثلا انا باكل مثلا رغفين مثلا على الغدا لا ممكن اكل رغيف باكل رغيف اقلل بقى رغيف الا ربع مش نص رغيف ولا حاجة وكمان الرز نفس الكلام لو باكل طبق رز كبير اقلل واخليه نص طبق رز معا طبق صلطة كبير معا مثلا اي خضار او اي لحوم طبعا اللحوم منزوعة الجلد خالص فاحنا بنحاول ايه نعمل شوية حاجات بسيطة هتساعدنا ان احنا نخس اهم حاجة في الموضوع ده ان احنا ناكل ورقيات كتير لاني انا سمعت كذا دكتور وروحت طبعا كذا دكتور فهو ده يعني يعتبر كلامهم بس اضافة مني ان احنا مش هنمنع الاكل ليه لاني طبعا احنا عاملين حجتنا احنا بنردع والكلام ده فخلي الحجة موجودة لغاية ما نفتم اولادنا ونبدأ ان شاء الله ان احنا ايه نبدأ بقى ضيط القاس اللي هو الصيام المتقطع والكلام ده طبعا على مدار اليوم كله بأكد كذا مرة نشرب ماء جدا تمام يا بنات هنا بقى انا بدأت ان انا اعمل ايه احط هنا عصج اللحمة بتاعتي فرمت كده بصل في الكبة اليدوية اللي هي لو ما شفتاش قبل كده انا كنت اجلبها في المشتريات الكبة دي كانت عاملة خمسين جنيه اه حلوة جدا جدا ممتازة يعني وقت ما تلاقيها تجيبيها بتفرم البصل وبتفرم كل حاجة انت عايزة تفرميها والحبل اللي فيها جديد جدا فانا فرمت فيها البصل وافرم فيها الطوم هنا كمان جبت بقى صانية كبيرة لان انا كنت اقصج نصف كيلو من اللحمة اه وعايزة وريكم اني بصوا بسم الله ما شاء الله البصلة متقطع صغير جدا جدا اه يعني المفرمة دي تحفة جدا هي دي اللي في ايدي هعمل فيها الطوم برضو حبيتها اقرب الكاميرا عشان تشوفوها اه بخمسين جنيه بس فتحفة جدا اه تمام هنا بقى رحت هاخسل الطماطم وهضربها في الخلاط وحطيت اه هحط بقى الطوم برضو اه على النار عشان اصالصة عين عليها اللحمة تتعصج وعين تاني عليها الصلصة الصلصة هنا بقى هدى انضف البتنجان بتاع وانا جايبة كمية يعني اه ده كيلو جز اللي جايبه مش عارفة كيلو ولا كيلو ربع مش عارفة والله اه بس هعمله كله ليه بقى لان الاكلة دي تكفينا النهاردة وبكرة فبكرة تاني يوم ما يبقاش عندي اكل فيبقى طبعا يوم بالنسبة لي كده سعيد جدا اليوم اللي بيبقى عندي فيه اكل بيبقى حالو هنا بصوا البتنجانة كنت بقوليكم ان انتو يعني تختاروها كده مدملكة وتكون بتلمع الاشرة بتاعتها منبرع عشان ما تبقاش ايه فيها مبزارة يعني فيها بزر كتير من جوه تمام حتى بصوا بسم الله ما شاء الله قلبها ابيض جدا ما فيوش اي بزورة تمام وانا هنا بحب اشار البتنجان كده من الجناب اه تضليعك تضليعك فيه ممكن تقطعي كده يعني ده حسب الرغبة بتاعتك هروح اخلص الكمية البتنجان كلها اللي معي هنا كانت البصلة دخلت في التحمير اهو فانا هبدأ ان انا انزل عليها بنصف كيلو من اللحمة وهبدأ عصاجة طبعا انت ممكن تعملي الكمية دي ممكن تعملي اقل طبعا الكمية دي هتأكل اه ما شاء الله احنا ست افراد وحميتي سبعة اتأكل سبع افراد انت ممكن تقليل الكمية لو انتوا اقل من كده وخلي بالك ان الاكلة دي كفتنا يمين تمام هنا بقى هبدأ حط برضو حبة من الزيت انا في الاكلة دي مش هستخدم اي سمنة اه هو زيوت دس وطبعا بحاول لالف الزيوت عشان نسه هنقل البتنجان ممكن كمان تشويه في الفرن لكن انا قبل كده عملته في الفرن بس صراحة منجحش معايا خالص فلو انت عملت في الفرن ونجح معاك اه بقوليه للطريقة يعني وانا ان شاء الله بقى جربها بطريقتك اه هنا نزلت بحوالي نص اه راس طوم اه ضربتها في الكابة زي ما انتوا شفتوا هبدأ ان انا احمرها وبعد ما تتحمر كده هنزل بمعلقة خل كبيرة اه وهنزل بالطماطن بتاعتي تمام جدا بعد كده التوابل انا احطها في الاخر مش هحطها دلوقت اه وهبدأ ان انا هاللحمة دخلة ان انا اه تتعصج هبدأ قلبها كده برضو هبدأ هنا اه الامة بقى كل حاجة على الرخامة ونخلي بالنا اني لو برضو ايه ننضف الرخامة كده عشان انت تحس ان انت ايه مش اه مش الرخامة مكركبة ووراكي مئة حاجة تمام هنا كمان انا حطيت شوية ملح كده على البتنجان وبعد كده بشطفه بشوية مية صغيرين عشان البتنجان ما يبقاش ماء شاي الملح وتطلع المساقعة معاك حدقا وكمان يعني ما تحطش ملح كتير على اللحمة ولا الصلصة اللي معاك لان كده كده البتنجان بيبقى شارب ملح عشان ما تبقاش ملح قوي يعني وكمان احنا دلوقت عايزين نتفع ان احنا نقلل السكر ونقلل ملح ونحاول نمشي مع بعض كده واحدة واحدة بطريقة مفهاش التزام اوفر بحيس ان احنا نستمر حتى لو هننزل كيلو في الاسبوع احسن ما نزيت كيلو او احسن ما يبقى وزننا متوقف على كده جبتي هنا بقى طاصة الزيت وبدأت ان انا احمر كل كمية البتنجان اللي معايا وكمان فلفل هنا حطيت التوابل على الصلصة اول ما خدت غلوتين حطيت كمون وفلفل اصمر وشوية من الببركة وشوية من الملح ممكن كمان تحط مرأة ماجي طبعا ده حسب الرغبة بتاعتي هنا خلاص حطيت البتنجان اهو دي كمية البتنجان اللي معايا ما شاء الله كبيرة تخدت معايا وقتا في التحميل انت ممكن تحط طاستين او اي حاجة انا كمان هنا هقطع بطاطة الصوابع كده احمرها برضو في طاصة تانية عشان انا اولادي بيحبوا البطاطة جدا في المساقعة طبعا ممكن تستغني عنها يعني اللي انت حبيتها بقى اعمليه تمام جدا هنا اول حاجة جبت الطاجن بقى ممكن تعمل الوصفة دي في سلسانية ممكن تعمليها في حلة اللي انتش عايزها بس انا عشان هتدخل الطاجن جوه الفرن جبت بقى اول حاجة حطيت معلقتين كده في الصلصة في الطاجن من تحت حطيت برضو معلقتين من اللحمة المفرومة نزلت بالبتنجان والفلفل والبطاطس المحمرة وهبدأ بقى انزل بكمية الصلصة التانية مع اللحمة المفرومة هي بسم الله ما شاء الله يعني النص كيلو كان كتير عليها يعني انتو لو حابين تقللوا كمية اللحمة ممكن تقللوها عادي اسم الله حبيب ممكن تقللوها عادي مفيش اي مشكلة كمان يعني الاكلة دي حسوا ان هي دسمة كده يعني بصوا دي كارسة ولسه الكوارث بقى متتالية في الفيديو ده حطيلي لايك بقى على السريع واكتبيلي كومنت حلوة كده منك يا امر وخليك معايا الاخر الفيديو لان الفيديو كله بسم الله ما شاء الله والله مشجع جدا وهعمل حاجات كتير فيه فيه طندفات برضو كده فاخليك معايا الاخر الفيديو هنا بقى خلاص حطيت كمية الصلصة كلها وحطيت قرنفلفل اخضر كده من فوق شغلت الفرن من تحت وسخنته جدا هدخل بقى الطاجن بتاعي اخد حوالي عشر دقايق من تحت خمس دقايق من فوق بس كده من الشوية وبعد كده خلاص الطاجن جاهز للغدا وسع بقى الطاجن السعادة طاجن البهجة طاجن الايه اي حاجة بقى انتو عايزين تقولوها اقولوها حبيت اكسر اللون بتاعي المساقع بشوية شريح كده من اللمون فعملت شريح لمون كده حطيته على الطاجن من فوق وده كان الطاجن بتاعنا بصوا يا جماله يا حركاته يا تكاته يا نوجة كلكم تنزلوا تكتبوا يا تكاته يا نوجة ليه بقى لان دي تكات مش هتلاقوا عند اي حد عايزة اقولوكو ان اكسن بالله طالع تحفة والصوص بتاعي المساقع نفسه تحفة جدا عجبت اولادي جدا انا ابني ما كانش بيحب المساقع اصلا اول ما قولوه مساقع يقولك لا مش هيكل اه قلت له بس دقها اكسن بالله عجبتك جدا فبجد جربوها بقلب جامد كده وخشوا على الفيديو بقلب جامد اكلها هتكفيكم اه ليه اليومين واستنوا ان شاء الله الفيديو اللي بتاع المينيو اللي انا بجمعه فيديو المينيو برضو هيعجبكو جدا بنزل كل اسبوع فيديو لتجمعات اكل الاسبوع كله عشان ما تحترج حطيت هنا شوية حاجات خضرة برضو اللي احنا متفقين عليها ان احنا هنحط فاجل خاص بصل اخضر جرجير الحاجات جي كلها بتنفع جدا برضو مع الضيت والياف يعني احنا محتاجين الياف طول اليوم جزر متقطع خيار متقطع رحنا اتغدينا وبعد الغد على طول دخلت على المطبخ كانت المية جات الحمد لله لان انا من الناس المية على طول قطع عندها اول ما المية جات رحت دخلت بقى اخسل الموعين ونتجل بعض طاقة ايجابية كده وطبعا كنت عملت قهوة لجوزي وخلاص خلصت اللي ورايا فقلت بقى خش اخسل الموعين كده ببري ونتكلم مع بعض شوية ونشوف هنعمل ايه في موضوع الضيت في كذا حد كتابلي في الكومنتات احنا معاك يا نوجا وهنخس معاك فاحنا عايزين نشجع بعض فانا ان شاء الله هنزل لكم اللينك بتاع الانستجرام بتاعي عشان تنزلولي التطبيقات بتاعكم وتقولولي وتعرفوني بتفتروا ايه وايه التمرينات اللي احنا ممكن نعملها عشان ننزل البطن وكل الكلام ده انا زي ما انا قلتلكم انا باكل كل حاجة بس بحاول اقلل الكمية شوية السعرات يعني الاول كنت باكل شوكولاتة كتير وباكل شبس كتير باشرب ببس بالهبل ويعني انا واحدة مدمنة حرفيا ببس فبقيت اقلل الموضوع ده اشرب عصير بدون سكر اشرب القهوة بتاعتي مثلا بدل كنت بحط معلقة بحط نص معلقة سكر يعني انتوا فهميني يا رب كل المعلومة وصلاكم ان انا مش بعمل ضايت قاسي انا بحاول اقلل الكمية بس عشان استمر لاني انا لو قسيت على نفسي مش هستمر هنا كنت خلاص خلصت بص بسم الله ما شاء الله الحود بقى زي الفل وبعد ما الموعين اتصفت يعني رحت مرصصها مكانة لان انا بحبش موعين على الحود خالص بحب كده الدنيا تبقى نظيفة كده ووسعة حتى الحود اسمه ايه ده الرخيم بتاعة المنبخ برضو بحبش عليها كركابة خالص ولا برطمانات بقى وزهرياته الكلام ده لقى يعني تلاقييني حط حاجات بسيطة بعد كده كل حاجة بقى حطها بسطرات على الحيطان هنا بقى هعمل بقى حمص ده انا غزلته معيكو برضو وانا بخسل موعين مش هارف اخدته بالكو ولا لقى بعد كده غليت ميا حطيت الحمص هنا بقى هحتاج معي ايه ما هحتاج معي لمونة مقطعها كده شريح ويه هحتاج طمط ميتين تلاتة من بصلايا وتوم وهضرب ده كله في الكبة تمام اه هنا بقى هاخصل كده البطاطا بتاعتي انا سبتها اه تتنيع في الميا شوية فاجيت بعد كده اخسلها اتغسلت معي بكل سهولة مش محتاجة بقى فرشة وانا انا ادعكو الكلام ده انا اعطاها شوية صغيرين على محطيته الحمص في الميا السخنة كده النار عليها ايه الحمص هياخد غلوتين هغير الميا بتاعته وابدأ ان شاء الله نشتغل في الحمص بتاعنا وهنا بنعمل البطاطا اجواء شتوية كده ايه جميلة هنا بقى اولادي وحماتي وبصوا كنا عاملين عزومة بقى عزومة بقى كده بالليل وعجب منتفرج على التلفزيون فعملت بقى ايه حمص وهنعمل كمان بطاطا بالحليب بالحليب والزبدة فهي دي الكارسة بعزانة بدأ اول يوم ضايت الصبح اخر النهار الدنيا ببوز مني بس انا بقى ايه والله فعلا كنت باخد كميات قليلة من الحاجات دي عشان اراضي برضو غروري ان انا نفسي طبعا في الحاجات دي وتاني حاجة اني استمر ان شاء الله ايه في الضايت فانا طبعا بالنسبة للحمص زودت لامون بقى بالنسبة الكوبات يعني زودت لامون وكمون واللي اتنين بيساعدوا يعني على ايه حرق الدهون طبعا ما بيقولش حمص كتير لان الحمص برضو بيبقى فيه نسبة من النشويات هنا بقى البطاطا انا هقسمها على نصين نص هحطه في الفرن هشويه والنص التاني هبدأ ان انا اقشره كده بالمقشرة عشان ابدأ اصلقه ونعمل البطاطا الفرن اللي معنا تمام جدا هجب بقى كده ايه اي صانية او اي حاجة عشان ابدأ ان انا اقشر فيها دي بقى ما اشرت البطاطس العادية خالص يعني كمان ما اصحكش ان انت تقشرت بالسكينة لان السكينة بتاخد من البطاطا كتير بصوا هي زي الفل مش محتاج اي حاجة انا بقشرها بس هقشرها وهي هحضر بقى معايا حلة وابدأ ان احنا ايه نقطحها مع بعض كده بصوا حلوة جدا وانا اخترت ايه البطاطا الكبيرة عشان ما تاخدش سوا في الفرن لكن هي فلق ما بتاخدش اي وقت جبت هنا بقى هم بعد ما اشرت الكمية يعني اللي انا هعملها كلها جبت هنا بقى دي وهقطع عليها عشان لو كنت قطعت كده بايدي حاسة ان البطاطا نشفة جدا ممكن اتعور ولا حاجة هقطع كل الكمية بنفس الاسلوب اه طبعا ملا يوص يعني انت قطع كده عشوائي كده كده كلها هتتسلق يعني بس انا افضل ان هي تتقطع عشان ما تاخدش معاك وقته خالص حطيت عليها مية سخنة حوالي ربع الحلة كده ما تغرقهاش يعني بالمية وكده كمان يعني ممكن تحط كبات مية سخنة بس لان المية كانت تلعت معايا زيدة شوية وبعد كده انا صفتها حطيت كمان معلاتين سكر كبار وعلقت عليها هنا كان بوريكم الحمص خلاص خد غلوتين وهبدأ ان انا صفيه وهنا حلت البطاطا محتوطة على النار وهبدأ دخلت البطاطا التانية في الفرن ودخلت اخد فم كده غسيل وادعك الحمام بقى على ما الحمص يستوي البطاطا تستوي في الفرن والبطاطا التانية تتسلق ده ابقى مش هقعد قدام التلفزيون وضيع وقتي رغم ان كان ولاية شغل في القناة وكنت عايزة رد على الكومنتات والكلام ده بس قلت لأ هقوم قوم يا بيت نشطي نفسك ومع ان الجو كان برد برضو والكلام ده وكانت ايه حماتش قاعدة معايا برضو حماتش كده كده على طول معايا بس قلت سيبها واسيب ولادي وكده قلت لأ قوم يا بيت نشطي نفسك يا بيتش يا نوجا قوم يا بيت ونظاف الحمام ده هم حاجة عشان اللي دخلك عشان كده معايا على حدش بيخش لي بس برضو قلت عشان اللي دخلك عشان طبعا اولادي لان اولادي يعني بصوا بيقلبولي الحمام بس انا لازم تبقى فيه كده برضو عشان الميكروبات والكلام ده فجبت ايه بقى جبت اللي هو الفلاش ده مشيته عرقان الحمام كلها وعلى الفواصل بتاعة البلاط زي ما انتو شايفين جبار يا بيت جبار الفلاش ده حاجة حلوة جدا بس خلي بالكو ممكن تلبسه كمامة او اي حاجة لان ريحته بتبقى فضيعة ايه ده ده نفسكتة حرفيا ما كنتش قادرة فسبت وخرجت من الحمام كده حوالي بتاع عشر دقيق او اقل من عشر دقيق ودخلت بقى قلت لام كل حاجة من على الحوض زي ما انتو شايفين وهنا حطيت سابون موعين وقلت يلا بقى بينا ندعك بقى وننظف بقى الله ريحت النظافة اصلا في الحمام لوحدها تحسوا ان هي رزق رزق كده والله تدعاكي بقى الصيراميكو بين الفواصل والحوض وخصوصا لو عندك اطفال لازم ان ايدك على طول تبقى في الحمام لا جوزك يخش يلاقي كده ولا كده يفدل يزعى اه مش على حاجة كمان حماتي كمان ما عاد خش ولا حاجة تقول ايه ده مش عارف ايه فلازم ان ايدك كده على طول كده كده على طول في الحمام وعشان اولادك برضو انا عندي اولاد كبار برضو لما بيلاقوا الحمام في حاجة ما بسكتوش رغم ان هم برضه قلهم ساعدوني واعملوا نظفوا وراقهم اه فاصلا شغل الحمام ده مش هاخد في ايدك بالضبط ربع ساعة لو هننظف بضمية لو هندعك كله هو ربع ساعة لو غير كده هو خمس دا طبعا غسلت البودي بتاع الباشا اوشا عشان طبعا ايه يبقى نضيف كده زي كل الحمام هو نضيف برضو بالسفنجا كده الاسبونشا ودعكته ودعكت التويلات ودعكت برضو ايه الحود وقلت ادعك كل ده فصلت الكاميرا ودعكت كل ده ولجعتلكو تاني اشطف بقى الحاجة كده ايه معي هنا بقى ايه هشطف بقى الزرع برضو ده انا بحب الزرع في كل مكان حتى لو في الحمام كده بيدي طاقة كده او شكل حلو فده يعني اه اللي هو الزرع اللي هو الزينة يعني ماهوش حقيقي يعني عشان محدش يقول لي ايه حرمت احطيه في الحمام او كده تمام هنا بقى بعد ما دعكت بالفلاش روحت بقى شطف الحمام من الفلاش عشان رحته ونزلت بقى بايه بشوية دي طول وجبت بقى المقشة المقشة دي ايه مخصوصة للمسيح اه في البيت يعني عندي وفي الحمام وكده انا حطها في الحمام لمسيح الشقة بس يا اوش بس يا يونس يونس عمال يزن بقى كده وانا بدبلج لكم الفيديو هنا بقى ايه بقى زي ما بقولوا كل مقشة دي مخصوصة بس ليه الحمام والشقة يعني كلها في دعك يعني السراميك والكلام ده مش بقى كنس بيها يعني عندي واحدة تانية بقى كنس بيها بعد ما نظفت السراميك كله كده وبقى زي الفل قلت يلا بقى نديها شطيف طبعا انا برضو فصلت الكاميرا ومسكت بقى عشان دلوقتي بصور بيد وايه وكنت بدعك بيد رحت فصلت الكاميرا وروحت بقى مديها دعكة تمام وروحت اشطف بقى ايه السراميك بسوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بجد الحمام فرق 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 يعني اه ليه حسيت بقى كده بنتعش انا كل مثلا عشر تيام بعمل موضوع الفلاش ده بينضاف لي بين البلطة والتانية وبينضاف لي اي حاجة في جنب مثلا تكون كده ولا كده جنب الحمام تكون كده ولا كده مثلا في البنيو بين الحوض اه طبعا فيه التساخات كده فانا عارفش نوصل لها فانا ايه حاولت اوصل لها ايه بالفلاش وضعك بقى كده وبعد كده طبعا لازم انا نشف الحمام كويس جدا لان اولادي على طول بيخش وكده لا يزحل اولا حاجة فبالمساحة وروحت ايه اه من الشفاء الحمام كله وهبدأ بقى ادخل ثبت الغسيل وابدأ ادخل البوجي بتاع ايه قوشة وابدأ بقى لو عندي مية امليه لان انا ما بتقطع عندي بعد كده خلاص خلاص نروح بقى ايه رحت مشتطفة برضو قلت بالمرة والمية شغلة وجديدة كده رحت مشتطفة كده على طول وكان وراه صلاة العيشة برضو رحت متوضية وقلت اطلع من الحمامة وراح اصلي العيشة وبعد كده على طول على المطبخ نشوف بقى الحاجات اللي هنعملها هنا بقى كان خلاص الحمص بقى داخل على سوى وكده فقلت ايه يلا بقى قطع كده اه انضف الطماطق والبصل برضو وحطه كده في الكبة ومعايا كمان الطوم انا مش هزود اكتر من كده هنا بقى اهو خلصت هقطع بقى كل الكمية واضربها على طول في الكبة يعني مش محتاجة حالة لو ما عنديكش كبة هتحطيها مع نص كبية مية كده هتضربها في الخلط وبيكون افضل برضو عادي يعني هتديكي نفس النتيجة اه وطبعا لو عنديك كمعجون صلصة ممكن برضو تحطش ايه معلعا ولكن انا ما كانش متوفر عندي فما حطتش وبردو تلاح حلو جدا هنا بصوا انا بضرب الحاجة اه برضو في مية كده عمالة تطلع من الكبة فانا قلت بقى ايه همسحها يعني برضو مش مش هسيب حاجة لان المطبخ كان زي الكل فانا قلت ايه اه اي حاجة تطلع امسحها على طول كده انا بحاول ان اععم خالص الخليط اللي معايا وهبدأ بقى امسح برضو كل حاجة زي ما قلتلكو واي جهاز تطلعيه برضو زي الكبة ولا الخلط ولا الكلام ده برضو بفوتا كده نظيفها وعلى طول تلمعي مش هياخد معاك وقت وفي نفس الوقت هتلاقي كل حاجة بيت نظيفة هنا بصوا المية بتاعت الحمص اسفرت خالص فانا كنت هعمل عليه الصراحة بعد كده قلت لأ رحت دلقها وبعد كده جبت الحمص تاني بعد ما صفيت المية جيه وروحت نازل عليه بمية سخنة من الكتل وانزلت بقى بالسلسة اللي معايا بس كده هسيبه بقى تاخد برضو غلوة اتنين تاخد حوالي ربع ساعة هو مغمل السوا بتاع الحمص عشان طبعا الحمص بياخد وقت ممكن ياخد معاك حوالي ساعة من ساعة لساعة ونص هنا البطاطا خلاص كانت خلصت روحت صفتها لاني قلت لكم المية جت فيها زايدة شوية هبدأ بقى اهرسها كده هي سهلة بس الصراحة طلعت صنية بطاطا عسل عسل واكسم بالبقى في الشتة دي دفي نفسك كده ودفي اولاجك هتلاقيها معاك زي الفل انا هبدأ اهرسها كده بالهرسة مارين بقى جتت ساعدي فقلت اخد يا مارين بقى هرسة حطيت كباية من الحليب وهحط بقى السكر طبعا حسب الرغبة اللي انت حبها بس كده هبدأ بقى ان انا اقلبها وحط بقى ايه اه يعني القتعتين كده من الزبدة بينما وعادل تلات معلق زبدة يعني اه تمام هي دي زبدة صفرة اللي هي الفرن بس برضو بتدي طعم حلو جدا لو عندك ايش طبقة ماشي حطي يعني هي دي متفجرات اصلا فما تنفعش معك ضيط خالص بس احنا هناخد برضو مش هنحرم نفسنا زي ما قلنا وهناخد برضو كمية صغيرة كده في طبق وانا اكلها ونقول الحمد الله على كده شكرا جدا ممكن برضو حتة بطاطا ما شوية مفيش منها اي مشكلة جبت بقى هنا صنية بايريكس وهبدأ ان انا انزل بقى بكمية البطاطا اللي معاية وفي الوقت ده انا كنت مشغالة الفرن بتاعي اه طبعا فرن حامي عادي جدا على درجة حرارة متين او اعلى حاجة مش هتفرق لان كده كده البطاطا مستوية هي دوبك هتخش بس الفرن ان هي تتشمع مش اكتر تمام جدا هبدأ انزل الكمية كلها واهم حاجة ما تسيبوش حاجة في الحلة يعني الحلة مش احسن مننا فاي حاجة في الحلة باللسبيتيولا كده ونزلي كل حاجة الله يعمر بيت العمل اللي بجد بتنظف كل حاجة بتفيدنا الاخر ايه حاجة فانا هساوي البطاطا بتاعتي بالشكل ده ريحتها بقى كانت فاضيعة بجد البيت كان دافي بيت شتوي كده جميل اه يعني بصوا وكل الحاجة اللي احنا عملناها مش مكلفة بجد والله ما مكلفة خالص بس هي محتاجة ان احنا نستعيد النشاط والحاوية ونستعيد ايه الست الفرفوشة اللي جوانا لان لو انت ما عملتش الحاجة بحط مش هتتعمل تمام جدا هنا بقى خلاص اه هاخد بقى صانية البطاطا وهي على الفرن وهحطها اه مش هتاخد معي بالزبط خمس دقيق من تحت تتشمع وخمس دقيق على الشوية وهنا كانت البطاطا المشوية تلعت فحطها هي طلعتها من الفرن بقى عشان احط الصانية بصوا بسم الله ما شاء الله كلها عسل وحلوة وريحة البيت بقى بطاطا كده انتو تخيلوا بقى او الفرن بيدفل شقة فكان يعني حاجة كده زي الفل تمام هنا خلاص كده برضو كان الحمص معي خلص اه وآآ لقيته تمام حطيت بقى شوية كمون وما بحطش اكتر من الكمون الصراحة كمان احيقوا بالملح الملح طبعا حسب الرغبة بتاعتك بس الملح حطيه لما تحس خلاص اني الحمص نفسه استوى خالص وياتهرع عشان خاطر آآ ما يكونش آآ ما يعني ما اخلقش الحمص يعني طبعا وانا بسوي الحمص برضو نسيت اقول له قصر خالص بالعكس سرعتلي جدا في سوا الحمص كده معلتين صغيرين من الملح وطبعا هدوق لو محتاج ملح تاني احط ممكن تحط ماجي فيه ناس بتحطوا فيه ناس ايه ما بتحطش فطبعا ده حسب الرغبة انا من الناس اللي ما بحطش ماجي على الحمص فآآ طبعا ده حسب الرغبة بعد كده خلاص اه كان الحمص جاهز فآآ حطيته بقى في كبايات للتقديم بالشكل ده ايه رأيكم بقى اجواء شتوية ولسه كمان ايه صانيات البطاطا بالاااااا بالبن بقى صانيات ايه البطاطا بالحليب حلو جدا هنا هحبه اوريكم برضو الحمص قديم مستوي قوي مش مهري خالص لاني ايه طبعا لسه هيقعد معاي برضو في التلاجة كل ما طلعها هدله غلوتين وابدى اقدي للاولاد فما تخليوش يتهري خالص عشان يبقى معاك متماسق برضو وانتش ايه بعد كده يقعد معاك فترة حلوة يعني لو انا سعب بقعد الكمية دي ده نص كيلو حمص بيقعد معايا في البيت ممكن اسبوع بروعي طبعا ان انا برضو بطلعه يضغلي والكلام ده بس كده في الوقت ده خلاص هطلع بقى صنية البطاطا الموحوحة المولعة اللي خربت لنا الضيت خالص بس احنا زي ما اتفقنا مش حارمين نفسنا من حاجة وبناخد كميات كده بسيطة ايه رأيكم بقى في الجو اللي هو الدافي الشتوي ده بجد حاجة كده تحفظ يارب تكوني اتشجعت معايا في الفيديو ده وكون فتك حتى لو بحاجة بسيطة خالص كده تفرحيني بيها وتدعيلي دعوة حلوة من قلبك بجد انا بعمل الروتين بكل حب عشان اقدمه لكم ويا رب تكوني استفدت مني لو اي حاجة بسيطة بجد صنية البطاطا دي لازم ان تجربوها وبردو البطاطا في الفرن وحمص الشام وهي ان شاء الله كل روتين هنبقى نعمل مشروبات كده برضو شتوية تنفع في الضيت وتنفع كمان لغير الضيت عشان اولادنا برضو والناس اللي قاعدة معنا في البيت مش مع اننا عاملين ضيت فايه نزمدة على اللي حوالينا مش هندايق حد مننا خالص وهي هنأكل معاهم برضو كل حاجة بس بكميات معقولة هم حتى مش هيحسوا ان انت عاملة ضيت عشان هتاكل من كل حاجة من غير ما تقزميها وانا عاملة ضيت وهاكل حاجات ايه يعني مخصوصة والكلام ده لأ انا باكل كل حاجة معمولة في البيت معاملش حاجة مخصوصة ليه والله بجد اه هنا بقى بصوا البطاطا الكريمي خالص ازاي وريحتها بقى وبص الدخان بتاعها لا بجد تحفة كده الروتين بتاعي انتهى وبجد استمتعت جدا جدا بالفيديو ده يارب تكونوا استمتعتوا زي كان معاكم نجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته